أهلا بحضرتكم ويرابتكنوا بخير جميعا في البداية أحب أشكركم جدا جدا على دعاكم لأحمد الحمد لله يعني بدأ يستجيب للعلاج بالنسبة بسيطة ولكن الدكتور أيل مش قبل شهر على ما نقدر نلاحظ التحسن طبعا حضرتكم عارفين موضوع العلاج الطبيعي بيأخذ وقت شوية الله أرد نستعين وبشكركم مرة تانية نهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض 8 قطع من الصبون هننضف بيهم كل حاجة في البيت الجميل في الصبون بتاع النهاردة إن احنا مش هنحتاج نشتري أي حاجة ولا زياد ولا سودة كاوية ولا أي خامات ولا مكونات من برة حلوة قوي قوي لتنظيف التويلت لتنظيف الألمانيوم لتنظيف الموعين لأحواض البتجازات وحلوة قوي كمان لو أنا غسلت بأي بقعة موجودة في الملابس الموضوع كله مش هيكلفنا أكتر من 8 الصبونة اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة احنا النهاردة مش هنشتغل بصابون غسيل هنشتغل بصمونة بشرة وأنا بحاول على قد ما أقدر أوفر الحاجات المتاحة عند حضراتكم علشان الناس اللي ما بتقدرش توفر الخامات اللي بتكون موجودة بتاعة المنظيفات لو قبل مرة بتشوفوني معاكو أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي معايا قطعة صبونة عادية جدا أي نوع صبون موجودة عند حضراتكم الصبونة دي وزنها 120 جروم لو عندكم بواقي صبون بشرة حضراتكم مش بترموين يعني بتحتفزو بيه بعدها تنفع معينا وحتبقى تماما حنبدأ إن احنا نبشرها على أنا عم حاجة في المبشرة علشان لما أجي أدوي بها ما تاخدش معايا وقت صبونة البشرة كلنا عارفين إن هو حلو جدا جدا في التنظيف ولو حضراتكم حايفين إن هو يسيب ريحة في المعين ما تلوش إن شاء الله مش هيكون في أي أثر لإن احنا نحط إضافات تانية معايا معلقة كبيرة من السكر وتكلمني قبل كده عن السكر إن هو بيزود الرعوة بتاعتي وبيخلي كمان الصبون ناعم على بشرته الجميل النهاردة اللي احنا نستخدمه هو معجون الأسنان محتاجة معلقة كبيرة من معجون الأسنان يعني بقيمة معلقة كبيرة معجون الأسنان ليه فواد كتير جدا جدا بيلمع القواني بيلمع الفضياط بيزيل البقع من الملابس قولنا قبل كان هو حلو قوي قوي في تنظيف الكوتش الأبيض بينظف الحد على التويلت يعني هنتكلم باستفادة أكتر وإحنا في الفيديو إن شاء الله معايا لتر من المياه الصخنة من فضلكم مش أكتر من لتر علشان الصبون يبدأ يجمد معايا لإنه هيكون في الآخر زي ما حضرتكم شفتو كده في بداية الفيديو هبدأ إن أنا أدوب الصبون ومعجون الأسنان ومعلقة السكر اللي أنا حطتها وبما إني مستخدمة مياه مغلية فمش هيخد وقت طويل معايا علشان يضوب مش محتاجة إن أنا أستخدم هند بلندر ولا خلاط علشان ما فقدش جزء كبير من الرغبة الهند بلندر أو الخلاط بيكونوا حلوين قوي قوي في حاجات معينة من ضمنهم الصبون الصلب اللي احنا بنعمله من الزيت المستعمل إنما في صبون البشرة لما أجي أدوبه علشان أعمل بي وصفات ما بحبسش لا الهند بلندر ولا الخلاط غير فحالات معينة هبدأ إن أنا أدوبه زي ما حالتكم شايفين مفيش يعني 3 دقايق وهيكون دايب معايا معايا معلقة ونص من الخل اتكلمنا الفيديو اللي فات أو في فيديوهات كتير عن الخل وقلنا قد إيه هو منظف حلو قوي ومطاهر ومعاقم وكمان بيتخلص من الوبر اللي بيكون موجود في الغسيل وكمان بيحافظ على الألوان بتاعت الملابس لو أنا يعني هستخدم الصبون ده في غسيل الملابس يعني الخل ليه معنا فواد كتير جدا جدا الخل من ضمن الحاجات اللي حتضيع لي الريحة بتاعت صبون البشرة مش حتضيعها طبعا بنسبة كبيرة ولكن مش حتكون الريحة آآ جمدة يعني لو حضرتك مقلقة من الموضوع يحط الصبون معايا معلقة كبيرة من النصحوق البوتر غسلات عادية أهم حاجة لأن مسحوق الغسلات الأوتوماتيك بيكون في أنتيفوم أو مانع رغوة فبالتالي ما بيخليش الصبون يرغي معايا آآ الناس اللي قالتلي قبل كده إنه غلط جدا أنا أستخدم معلقة مسحوق في آآ أي حاجة تخص غسيل الموعين آآ طبعا كلام يحترم جدا جدا ولكن هي الفكرة إنها بتكون معلقة على كمية مياه كتير على إضافات تانية كتير فالموضوع ما بيكونش مقلق زي ما حضرتكم متخيلين ولكن ده ما يمنعش إن احنا لازم نشطف الموعين كويس جدا جدا حتى لو احنا مش مستخدمين مسحوق آآ احنا في كل الأحوال لازم آآ نشطف الموعين بتاعتنا كويس جدا جدا معايا دلوقتي اللون بحطه لأن الصبون ده حيبقى لونه أبيض فأنا حبيت كده إن أنا يعني أغير شكله أو عملها كده جديدة فاللون ده اختياري طبعا لو مش متوفر عند حضرتك مفيش أي مشكلة خالص حتى الألوان الغذائية لو متوفرة تنفع مفيش برضو مفيش أي مشكلة حبت إن أنا أقلب كويس جدا جدا وعايز أقول لحضرتكم من الحد دلوقتي الصبون حتحسوا إنه هو يعني ليكود أو ساي بخول ساي يعني مفيش فيه أي لزوجة مفيش فيه أي قوام طبعا ده بسبب إن لسه المية سخنة جدا ولكن دلوقتي حالا هتلاقوا القوام اختلف بسبب المعلقة اللي إحنا هنحطها إيه هي معلقة الملح ملح الطعوم من الحاجات اللي بتديني قوام حلو قوي للصبون بتديني لزوجة في الصبون السيل الملح بيديني شفافية وبيديني لزوجة أي صبون سيل بنعمله حتى بتاع الشركات لازم بنستخدم محلول ملح في الآخر علشان يتقل قوام الصبون طبعا دلوقتي نزلت بمعلقة الملح وممكن يكون البديل بتاعها معلقة الكربوناتو ولكن اتكلمنا عن ملح الطعام وقلنا أنه برضو ليه فوائد كتير ومن ضبناها هو بيزيل الروائح الكريهة اللي بتكون موجودة سواء في الملابس أو في الموعين الملح كمان لو استخدمناه في حوض المطبخ اللي يعني لو دلقناه كده في حوض المطبخ ودلقناه عليه مياه سخنة ومياه مغلية بيسلك طبعا الحوض بنسبة كبيرة هتبدأي بسرعة ومن غير ما تضيعي وقت تصبي الصبون في أي أوالب في أي علب علبة كبيرة بقى علب صغيرة المتاحة عند حضرتك بصي أنا لسه ما خلصتش يعني لسه ما كملتش صبه بشكل كامل في الأولب ومع ذلك كانت جمد معي أو بدأ أن هو يتجمد معي فياريت حضرتك تكون محضرة لحاجة اللي هتحطي فيها المعجون ده علشان خطر هو بيجمد بسرعة جدا عايز أقول لكم على معلومة يعني تكونوا عارفين هممكن تكون مالهاش علاقة قوي بالفيديو بتاعنا ده بس عمتا صبون البشرة يا جماعة بالصبونة الوحدة خطة الصبونة الوحدة علشان تتفك أو تتحل وما ترجعش تجمد معي تاني فهي بتاخد من حوالي ستة لتر لسبع لتر من المياه معقولة أو معقولة زي ما بقولوك كده بالزبط طبعا الرغوة بتاعتها ما بتبقاش قوية قوي يعني هي الصبونة كصبونة كده حلو قوي تفكيها بلتر اتنين تلاتة لتر ماشي الرغوة تمام ما فيش اي مشكلة ولكن علشان تفكو ما ترجعش تجمد معانا تاني ممكن تاخد لحد ستة أو سبعة لتر من المياه الصبون ده بيجمد بعد قد ايه بيجمد في نفس الوقت اللي حضرتك بتعمليه الصبون ده بيصادم بعد قد ده بيصادم في نفس الوقت اللي حضرتك بتعمليه الصبون ده ينفع تجاري اعمله وابيعه لا ما ينفعش تجاري خالص ولا ينفع تعمليه ولا اتباعي ليه؟ لان الصبون ده يعني ممكن تلاقي بعد مرور مثلا عشرة ايام هتبش فيه تلاقي حجم الصبونة نفسه بقى بدأ ان هو يقل هينضف معاكي حلو قوي مش دي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ونقدر ان احنا نباعها مش اي حاجة بينفع نهاية اتباع يعني دي حاجة كده انت ممكن تعمليها وتديها لجارتك تقدر تنظف بيها بصو حوض المطبخ كان عامل ازاي الصبون ده حلو قوي للمواعين زي ما قلتلكم للملابس عايز اقول الحركة على حاجة يعني ان تستخدميني زي ما هو كده في العلبة علشان الصبون ده مش بيتصلب زي الصبون الصلب اللي هو بتاع الزيت المستقم والبطاس لا الصبون ده بيبقى جامد مش صلب علشان بس اي حضرتكم ما تقلقوش لو لقيتوه ما نشيفش معاكو هو هيبقى متجمد بالشكل اللي حضرتكم شايفينه ده بمناسبة معجون الاسنان عايز اقولكو على حاجة حلوة قوي انا بعملها اي مراية عندك تقدري تجيبي فوتا وتخليها من الدية كده وتحط عليها قطع من معجون الاسنان وتفرقيها كويس وتدعاكي المراية حتبصي تلاقي المراية بتلمع معاك المراية او الازاز بتلمع وبتبرق معاكي معجون الاسنان حلوة قوي في تنظيف الحبر اللي بيكون موجود في الملابس في تنظيف فيئات الامصن معجون الاسنان لفواد كتير جدا جدا اكتر من 15 فأتمنى ان حضرتكم تدخلوا وتقروا وانا خلصت الفيديو بتاعي بحبكم في الله وما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة واشوفكم على العالم